انفزيب لت هجوم تزيل لترى من يوم. ينا بجه عادة بجه عادة بجه عادة. دخلت برضو? اه. مش مش. الله عادل انت مش حوايدينك انك تيجي بدري كده وكمان جاي برمزي معك. والله انا اقولت يعني اكافقه ويجي تغدى معانا النهاردة في البيت لانه صراحة ما كسرش غير تمسالين بس. وبدل ما يقعد في البزار ويقعد يأكل في التماثيل بيفتكرهم عروسة حلاوة ربنا نخليك يا دولة رب وبعدين يا دولة ما انت بحبح المهيه بتاعت شوية يا عم عدولة عدولة صوفت كميلة كميلة ده بيبيز انا انا خالص ايه ده؟ ده حاجة صحي ايه ده؟ ده كلبي عادل كلب ايوه انا عارف انه كلبه وانا قلت انه هو قطة ايه اللي جابه هنا ده؟ يا حبيبي ده سوني سوني عادل سوني عاشت الاسامي يا سي سوني وانا عادل يعني ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دولة دولة هو الكلب ده وانا بحقه حقيه ولا بلاستيك؟ بلاستيك؟ ده كلب بوليسي انا ايه ده؟ ده انا معيش بطاقة يا دولة لا ما تهداش انت بصوت الكلاش مع ايه حاجة فالص لانه هو بالنسبة لك يعتبر زميلا عايزة فهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هاني؟ بص يا بيبي اهدى بص كده؟ انا حفاهمة كل الحكاية عشان انا عارفة كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديث بص بقى انا وانا قاعدة عند الكافر قابلتي يا مامي صاحبتي باكينام انت عارفانة طبعا يا حبيبتي كي بقى بخورس اللي فزيعة دي اللي هي الريتش دي اه 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 دي بقى كانت عايزة ايه تسافر عند بنت خلتها مالتا طاعدينك شوية كتير جدا شعاويل دي ليس راجة من اسطنبول ايه يا مامي انت فاكت انها زيينة قاعدة طول النهار كده في البيت لقى دي رايحة جاية السفر تهاراته بتاع المهمة يعني اختصارا للقول انها كانت مش عارفة هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر اه فعرضت عليك بقى ان انت تتخلي الكلب بتاعها عندك يعني عمري عمري استحالة دي احسن انت بتها رجل ايه عادة امار ايه اللي حاصل يعني انا اللي عرضت عليها انها هتخلي الكلب عندنا هنا برافو عليك يا رورو يا رورو يا رورو ماما ماما انا عايزة لعب مع الكلب وانا دولة عايزة اخد الكلب ده وانواربطه واجربه في الشارعة دولة انا بقولك ايه رانيا بس يا لانتوهية رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحته الكلب ده اخده يسربيه لو سمحت ما تجرحوش ده ابن عيلا متأصل ومن اصول عريكة من اصول عريكة ايه يعني جده لك باشا انت متحرج لعاد الولاياته مش عارف ده اصوله عاملة ازاي ده اصوله انجليزية فرنساوية ايطالية انا ماليش جعب الاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده اهم حاجة ما يعديش انا بقى حدودي الاخلمية في البيت اغسى عليك يا عابي لا اغسى عليك اغسى عليك اغسى عليك يا عاد الحرام عليك انت ايه ما سمعتش عن جمية الرفق بالحيوان ازاي ما سمعتش اما الحيوان ده اللي انا برعاه بقى لي خمس مواسم لغاية دلوقتي اعمل فيه ايه رمزي زفتي ده يا ربني خليك يا دولة رب وبعدين يا عاد الحرام عليك انا مقدرش انزل الكلب ده في الشرع الاحسان انا انا خايفة عليها تشرد ومستقبله وزيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع يعني هيعمل ايه يعني هيشم كله ولا يسرع عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني ايه انت بتكلم عنه يا ابني ده بيأكل كل يوم شركسية شركسية بلاش اوفر بقى شركسيت هي يا ماما ده اساسا عمره مداء اللحمة ولا عدت من قدام نخيره خلاص خلاص يا عادل خلاص بحك واضح ان انا مضطر استغني عن المية جنيه اللي كانت هتطلعلي من الكلب كل يوم مية جنيه اصلا اني ما قدكش يا مامي صاحبته اداتني الف جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم مية جنيه بس انا طبعا بنظرتي المصروفية اللي هي المحافظة قلت ان انا حاسرف عليه خمسين جنيه بس والخمسين جنيه حاسبها المصروفاتي الشخصية رانيا لمصروفات البيت يا مامي اه انت عارفها زمان كان نفسي يبقى عندي كلب بس كان عندنا البيت صغير يعني بصبح بكلاب اه والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض وكلب الابيض ينفع في اليوم نسود ايه ده انت جايب الكلب هنا هو ايه يعني ما كفكيش تولي اليوم ان هو يبقى معاك يعني جايبهولي ايهي شوفي لو سمحتي شوفي عينه هيدنا فين حانا عينه هيدنا فين فوسطينا يا بيبي فوسطينا ده ده زا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت فوسطينا هاتنيم كلبه فوسطينا قصة عليك يا عادل ده سوني ايه سوني 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 ايه ابن أختي اه طبعا عشان أختيك لسه ما خلي فيتش يا ما تغذرش يا عادل لا انا بتكلم بجد الكلب الزاي هي نم في وسطينا ازاي يعني معقولة يعني يا رانيا يا عادل يا حبيبي انا وعدت صاحبته ان انا حسزه بالحنان والحب والامان والامن اه الامان والامن ده ممكن يحصون في اي حتة لعلمك لو نم في البلكونة هيتسلى جامد عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحة اه اقولك ممكن ننيمه في الصندار عنده فران بالهابل هيقعد يلعب معهم وهو قد الفار اساسا ما قدرش يا عادل ما قدرش يا حبيبي ده امانة 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 عليكي انا عايز انام كده يا عادل اوكي طالما انت عايز كده بقى مصر وملح بقى رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل انك ترعاه زلك المسكين الحيوان لا ده الحيوان ده لطيف جدا ده انا بحبه جدا يا سوني 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 يالا ايش أبا جوجل ابلع لا ابلع ايه اه ايه ايه تقامل ايه؟ تقامل ايه؟ بسق الجمل يا دولة علشان الدنيا حر بتسق الجمل لي خرب بيتك مش كفاءة تماثيل اللي بتبوزها كمان بتبوز الجمل يا ابني الجمل ده سفينة الصحراء يعني ما بتشربش مياه خالص ايه ده دولة؟ ايه ده الكلب ده؟ دولة هو الكلب ده اللي انا شفته عندك مبارح في البيت؟ لا يا سيدي هو رانيا قصرت ان انا قعده عندنا اسبوع فجبته بقى اه شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة يا دولة يا دولة رانيا تقولك حاجة تقوم راضي كده هون بالامر الرابع على طول الامر الرابع؟ طب ايه هو الامر التالت؟ انت اي هيصة جاي فيها وخلاص المهم يا سيدي عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البزار لا يا دولة بص يا عم احنا الارفوف عندنا كلها زحمة يا عم والدنيا حر والتمثيل مش طيقة بعض اصف وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الارفوف يا غبي يا غبي عايزين نعلقه في حتة يعني اه ايه رأيك يا دولة احنا نعلقه هنا هو مطرح بالطابلة دي اشنوقوا بقى مكان الطابلة لا 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 بص اقولك حاجة تخليه على المكتب زى ما هو قاعدة اللي اقول لي يا دولة يعني وانت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دون هنا هو عندنا في البزار؟ اه خليه في البزار ايه المشكلة؟ دولة مش انت مبارح قلتلي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ اه طبعا بوليسي بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني عامل نفسه كلب صغير زى ما تقول كده ايه كلب بوليسي سري طب يا دولة بقى خليه بقى يعني وصيه علي علشان ان لسه ما طلعتش بطاقة لا هخليه اخد باله منك بس اهم حاجة انت كمان تاخد بالك منه شوفه محتاج ايه يعني نفز له او امره ناي يا دولة تمام يا فاندم تمام دولة هو هيعمل ايه بقى هنا بالزبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعاً في البزار عادي جداً يعني انت هتحرص البزار طول الليل وهو يحرص البزار طول النهار إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيش معنى يعني أنا اللي أحرص البزار بالليل لأن هو كلب صغير يا ابن ده ينفعش يحرص بالليل يا ابن بوز ده هو نام بالنهار أساساً ده هننزح بالليل بالعافية آآ فهمتك فهمتك دولة باين عليك ده هو المقتنع بالكلب أولا رامسي انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا إيه؟ انت سمعتني؟ خربيتك ما بص بقى دولة بصراحة يعني أنا الكلب ده وان جاي بقى كده وان على قطع إيش يا عامل يا عامل قطع إيشك إيه بس يا رامز وأي كلام بتقوله يا ده يا رامز انت غالي عندي انت بميك كلب يا لأ بنا أخليك ليه يا دولة يا رامز هاو هاو كده؟ هاو 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 هاه ها هاو ها ها سونسون.. يا سونسون.. يا حبيبتي إزحى بقوه النبي أنا نفسي أفهم ياعادل أنت عملت إيه في الكلب ده؟ هكون عملتله ايه يعني؟ بالعكس ده بيأكل ثلاث واجبات في اليوم الوضع رمزي ما باكلهمش يعني لما فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتأكله حرام عليك يا مفتري ده عنده انت واق نفسي سايكولوجي وحالته النفسية متدهورة ده مكتئب جرأي يا ست انتي يعني عايزان يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك ده حاجة غريبة والله ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ يا ماما عامل ايه الكلب مش راضي يأكل؟ انا قلت من الاول مود ومش مظبوط مود ومش مظبوط اعمله ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجة بيأكله بيشربه بيحميه وكل حاجة لا انا مصدعك ايه ما هو واضح ان هو خباله منه وبيأكله ده مش بعيد يكون بيأكل اكله حرام عليك انا مش هارفة بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحالة المزدرية دي هتقول علينا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني كفاية قوي ان انا مهتم بيه وبأكله وبشربه كفاية منظري بس قدام المعلمين بتوع البزارات وانا داخل خارج معاكلب صغير كده معموله في يونكا حمرة شكلي وعش لا واللهي انت قدي الكلام اللي بتقول ده؟ اوكي اعد اوكي اعتبر الاتفاق انتهى هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدته قبل كده واعتبر ان الالف جنيتي خلاص بقى بقى ايه يا راني ايه يا راني ايه؟ هنعد ببعد ولا ايه؟ واللهي بقى انت اللي بدأت انه بقى يا أستاذ عادة اشرب بقى أمانيم وزك عملا دولي ازاك حتة صباح عملا رمزي الحمد لله ازاك ادولي ايه ايه لجابك هنا يا ده يا رمز يا رمز يه ياه يا دولة زهيقتي يا عم من قعدة بقى البزار فقلت بقى اجواعط في القهوة شوية ولا يعني الكلب دون احسن مني يعني من اعطل الكلب ولا ايه؟ بيتغير منه ولا يا ده يا رمز بس يا دولة يعني الكلب دون مش احسن مني في حاجة يعني انا بحروس البزار زي وبالذات يا دولة لأم الزي والظبف هو بيحرس البزار بس انت بتحرس البزار وبتكسر التماثيل ايه وبتكسره عشان بفك النحساء هي ما بتبقاش عايزة تتباق انا انا مش فاهم انت غاية تهبب بي عايزة ايه عايزة ايه ولا حتة امورنا معلم رمزي ولو سمحت عايز كبات شاي تاني يعني على حساب دولة حبيبي انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي اديك قلت اهو بتاعي يعني انا لسه ما طلطش حاجة يا سلام اه ايه ده ايه ده انت هتاخد الشاي بتاعي بتاعك ايه يا لا الشاي ده بتاع انا يا لا بقى بس بس مش عايز اي دوش اه لما اوزه باشا البس صغير ده بقى يمش هنجيب له بقى يعني كراوية حلبة ينسون شوات عصير عظم ولو باشا بيشتغل بالحجارة ده ولا مش بالاكل ولا ايه يا زريف ده كلب زميلك ده ايه ده دولة ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي بص ده اصلا كان قطة واخد بالك بس عمل عملية تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله ياه اه اه اتارين يا دولة كل ما اضربه يقضي ناو ناو انت تتبقى يلا؟ هما الاي بي ناو ناو ده؟ ناو ناو وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي قليل رسم الكلاب ولا ايه؟ لا يا دولة ده اللبس بتاعه دولة ياه يه باين عليك بتحب الكلب ده واقصة عادية اه طبعا لازم احبه يعني ده برضو روح يعني طيب باشا طالما يعني يغالي عندك او كده ما تعالجه تعالجه ازاي يعني عالجه فيه؟ اوديه لدكتور نفساني؟ وديه لدكتور مجد الديل ايه مجد الديل ده؟ يعني مادام ديل يبقى اكيد دي عليك حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكاية باشا مجد الديل ده هو صغير عده كلب فراح المشاشفة قعد خمشار سنة هناك فبقى تخصص خارج الكلاب ايه ده ايه ده ايه ده؟ المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ ايه طبعا باشا معاي طيب حلوة ايه 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 هتعمل ايه هتدلق الماء على الكلام؟ لا اسي كانت هتوقع هتتوقع ادخل بس 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 يا اخي يا دكتور اهلا وسهلا احب عرفك بنفسي انا الدكتور مجد الديل اخصائي في علاج الكلاب الليلو والجيرفون ماجستير في علاج كلاب الصيد دكتوراه في علاج كلاب الحراسة وزميل كلية الكلب البوليزي وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر اكيد ده موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالي الكلب البحر برضو يعني حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة يا سلام طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا ان شاء الله معاك روشدة؟ اه اتفضل اه يا حضرتك اه كشف باسم الكلب سوني خير بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك وايش عرفك انت؟ انت دكتور ده عيان وحالته متأخرة كمان ايوا حضرتك انا واثق ان حالته متأخرة بس ده ان شاء الله يحتاج عليك طويل او حالته ميقوس منها خالص لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو اتفرق حضرتك ياه ده حالته صعب خالص اه طمين يا دكتور اه عنده ايه بالزبط حضرتك للاسف الكلب عنده كرنبوليا على المخ واحتمال نعمله عملية نقل مخ لا بقولك يا دولا بقى ما توقتش تبصي يا عم انا مخ بقى مش هيتنقل لحتة تانية يا دولا انا مش نقس وبعدين يا دولا انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام لا يا لا نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجة ههو ده اللي غلط لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابن طب بص يا دولا ايه رأيك ننقل مخ القطة دي للكلب ده لا ساعتها يبقى كلب ما قطأت غلط غلط لا يا دولا لما ساعتها بقى ارضو هيبقى مخ الكلب ده في القطة دي ساعتها تبقى قطة بنت كلب لا لا ما ينفعش تنفع انت مخك ناخدق لنقل الكلب ونخلص بقى طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جازمة ايه رأيك؟ من الواضح ان الكلب اتعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة اثرت على عقليته الباطنة وطبعا اثرت على وظيفه الحيوية اللي بيتالي هي الكلوي والكبدة والمخ يا سلام كلاوي وكبدة ومخ جوعتنا والله يا دكتور للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوة اختصر يا يا دكتور ديل ويقول انه هو مات يعني لا لسه في امل بس انا عايز اسألك سؤال الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوفي ايه اوفي ايه ما كان قاعد مع ده حضرتك يعني انا عارف طبعا ان رمزي من سلالة تانية بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض طب انت بقاعدولة بقا ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاتحاد اللي انت بتبتهضوني دول ومدي اجري للكلب دول قد الاجري بتاعي اه النفسانة بتادي تظهر عموما انت مشكلتك النفسية دي هنعليجها بعدين نبقى نطعلك كشفه ونجيبك للدكتور ديل النهاردة احنا في مشكلتك في قلب وعضات الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معاملة سيئة وش حاسس بالاتحاد وفيه حد احطه في دماغه انت هتفضل مع قضية هفه هفه ولا ايه ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه نعمل ايه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير ايه 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 هتنفض الكلب؟ انا مكنش اعرف ان انت غلاوي اوي كده يا ده يا رامزي ايه يا دولا بقى لان انت بتحب الكلب دون اكتر منه يا دولا بقى لدرجة ان حاسيت بالتفريطة العنصرية التفريطة العنصرية؟ ماشا يا رامزي انت عملت ايه في الكلب بالزبط يا اراه انت كنت كده كنت بتديني اتنين جن ونص اجيب لأنا وهوا لانش ناكلنه وهوا سوا قلت عادي يعني من يومين كده وان قلتلي لا يا رامزي هاتله هو بجنه ونص وانت بجنه يا رامزي وكل واحد في ورقه لوحده بتخولني لا وفيها ايه دي يعني معادي لا يا دولا بقى مش عادي انا بقى ردتلك الساق بقى صاغين بقى يا دولا قمت انا جايب لنا بجنيه ونص سلانشون كلته كله لوحدي وجايب له هو بجنيه واحد بقى السلانشون واللي فاض منه كلته كمان انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك لكن اعمل لك ايه اعمل لك يا حرم عليه جبتلي الكلب شلل في لسانه بص بقى دولا بقى انت بن عمي وحبيبي وكل حاجة بس بقى اللي قوله شرط اخره نوع يا انا يا الكلب ده في البزار يا سلام الكلب تكعل لنا لا يا دولا انا اسف ادولا انا كنت بهذر ادولا والله كنت بهذر ما تقطعش هايش يا دولا والنابش ايوا كده اتعدل اموما الكلب ده هاعينه مدير عامل البزار وانده هتبقى شغال عنده الكلب ده بقى هز ديله ويمين تروح يمين هز ديله وشمال تروح شمال سامع؟ ماش يا دولا تبفرد بقى الكلب ده فرح بقى هاد ينزى بقى ديله شمال ويمين اعمل ايه؟ تبقى الرايح شمال ويمين شمال ويمين لغاية تم تدخن اخلاص منا يا دولا بقى اوه ما بيقبز ما بيتحركش اصلا انت عملت في ايه؟ ما بيتحركش بس 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 يا الله ما بقى وص انت بتعقده بتعمله صوت قطة؟ ماشي التكل على الله روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده ايه ده تب وانا دولا وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ تكرع الله هات الكوكتيل ماشي 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 كلب ورح صوار خير اهلان اهلان ازاك يا خوايا جهة تفضل تفضل ايه ده انت عندك نوع من الكلاب دي؟ اه لا بس الكلب ده مش بتاعي ده واحدة سابعة عند المدة اسبوع لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز لا تمثال ايه مش ممكن ايه الصدفة دي يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البزار ولا ايه بصي خبيبي انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلب وعندي كلب اسمها ريتا وبدور لها العريس من سلالتها بتدور لها العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني والصدفة ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شير ايه جميل اهلا وسهلا بيها يا سيدي بس مش هينفع يعني حضرتك ارجوك لا حضرتك مش هينفع خالص بجد لقص دي مسئولية ماينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهل ويعرفه يعني هو يوم واحد حاخد الكلب اتجوزه لريتا وارجعه لك تاني اسف مش هينفع خالص معليش خواجه حديك 500 دولار ايجار يوم واحد 500 دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا حضرتك انا ممكن اشهد على العقد يعني يا سلام 1000 جنيه رعاية و 500 دولار جواز ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلاحة مية مية حلوة اوي 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 ادولة الله عليك يا عم بقولك يا دولة ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك ها اه 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 عزبني بقى على كوكتيل فواكه البحر كوكتيل فواكه البحر بقى اي زفارة جاي فيها انت وخلاص ايا يا راني ايه ايه بكي نام صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة هو دلوقتي مش بعدها بكرة ماشي ماشي خلاص انا هجيبي الكلب واجه حاضر ماشي سلام سلام اه لازم اكلم خليه بقى عشان نرجع الكلب ده مصيبة سوق ده لا يا دولة لا ايه هتعمل كده يا دولة لا يعني هتعاكلن على الكلب فيهم فرحوا يا دولة يعني طبعا صعبان عليك موجين سواحد طبعا يا دولة ايه لا لا بقولك ايه ما تفكرش في لا 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 لف 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 كده دين صغير اه ماشي اه اعمل لي سوق كلبي كده لا ما اه انا مش مصدقة نفسي ان بعد الفترة دي هشوف البابي بتاعي يا سلام فعلا ادانا غالي فعلا انتو مش متصورينها وواحشني قد ايه يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه يا سلام ربنا يخليكم البعد وما يحرمكوش من بعض ابدا عادل فين الكلب يا عادل الكلبه مفروض على الاصول انا مش فاهم ايه لاخر الرمز الغبي ده ايه دك يا عادل لو الكلب مجاش دلوقتي مش حرخوا بايد فلوسنا انا حاسة يا طن ان ممكن يغم علي لما شوفو لولة ان الفيزا بتاعته اتأخرت كان زمانه معايا هناك في ملطة شوف الدنيا يا عيني معلوش حبيبتي معلوش بس انا بقى مفسوطك جدا ملفز في النسبتاك للكلب ده ربنا يخليهم البعد. عادل الكلب فين? انا مررت يحد اتفقى وحيجي للنقطة. بابا هو الكلب لسه عيان يا. ااي. يا عيني. انا كان قلبي حاسس عملتوا ايها رانية في الكلب بتاعي. لا 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 ما عملناش اي حاجة كل خير ان شاء الله ده هو اعتس عدسا كده وقلنا له الف سلامة ليك. ودينا له بس اااا فيتامين سي كدة فبقى اهو اهو دولة حبيبي دولة ولفت فيه الكلب يالا اهو جاية دولة اهو ادخل ايوها الكلب ايه رأيك يا معلم محلم ايه خلبيتك اللي انت جايبه ده انا قلتلك عايز كلب قد اللي كان عدينا جايب لنا واحد قده عشرين مرة ينغضي ايوها دولة ما انا قلت بقى نقي واحد كبير بقى هو فيه ايه؟ اهو هتقول الكلب بتاعي واصل هو صراحة واصل ايه ده؟ هو شكله تغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بص يا حضرتك عشان تبقي واثقة ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما تشايفه وشربناه كتير جدا والعلم كرمزي ده كان عند اربع رجلين بس هو كان رجلين منهم يعني وقعدناه في الشمس فالونه وبعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني انا مش عارفة اقولكو ايه؟ انا متشكرة قوي ودول متين جنيزيادة معقولة معقولة تفضلي مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة باي 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 كربتك دي هبلت يا مش عارفة الفرية متل الكلب اللي قدي كده والقدي كده ايوه 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 صباح الفل يا هالي المكوى شكرا ما تخطيش يا ارجى 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 بغاية ما غيبناك الفلوس مجيدة معكيش خمسة جنيه عشان ادفع المكوى حتى لو معاي مش خديه كمشي فهر فهر سيتياني فهر فهر ايه فهر ايه ايه لمحته معد كبير كده ماشا الله يا مهر ايه دولت لمحته ودخل البيت يعني هو في الصلاة دلوقتي هو هو اللي جابه معاه بجيبه وانا عارف انت بجيب الفراد تحطوه في جيوباتك وترميه في البيوتار جيوباتي وبحطوهن في البيوتات ليه؟ بيشلول الشنط ولا بيشلول الشمعات انا بالنسبة لي مش عايز مكوى تاني لا استوردة شوه في ايه جماعة؟ في ايه فار فار في ايه فار يا ايها الليل الطويلي الانجلي ايه بس يا دولي طيب هو دلوقتي الليل عمل لك ايه علشان ان تشتمه يعني افرد دلوقتي حطك في دماغه وما طلع لناش نهار ولا يولا انت ملك انت انت بتتكلم ليه بيني وبين الليل دي حاجة خاصة بيني وبين الليل بتتدخل فيها ليه الليل عمرو ما يزعل مني يعني الو ايا رانيا ايه ايه مالك مالك في ايه 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 ششش في ايه يا رانيا فار وفار بقى صغير ولا فار كبير كمان صغير يا رانيا الروع باللي انت عاملو ده كله عشان فار صغير دخل دخل البيت ازاي اساسي ما تلاقيش ما تلاقيش بالليل بقى مرجع ان شاء الله بقى اموتك الفاردة اجد الوقتي يا رانيا منعان حاضر حاضر هاجد الوقت يا ست حاضر دولا انت بجد هتستاد الفاردة طبعا يا ابني انت متعرفنيش انا يا ما استدت زواحف الزواحف يعني ديناصورات وكده هون ديناصورات يا ابني الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها يعني مفيش ديناصورات ده كان زمان انا لو الديناصورات ليها اهلي لسه بغيه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عامل ده لسه واخدين فيلم جنينة الديناصرات بطولة. لا يا ابنة التانية جنينة الحيوانات. هم اساسا الديناصرات بيعيشوا في جنينة الحيوانات. اه اصلهم من الجيزة يعني? اه من الجيزة يعني البطاية مطلعينها من الجيزة بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابة. ملك الغابة ما تقول الارد يا عم من غير القام. ملك الغابة هو الارد. انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. مهم انا هتكل على الله دلوقتي. هم? اروح اصطاد الفردة بقا. اه دولة 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 والنبها انا عايز اي. عايز اي انا عايزك آآعيزك تاخدني معاياك يا دولة والنبها. اختك معايا فين يا له وانا رايح هتفسح ياض. يا دولة عشان خاطرها behalfosis على الفردة اي دولة. قولي قولي وانت بش عارف الفارد يا دولة اي دولة. وانت مش عارف الفار ياض اما اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيتلعهم فوق مناخيرك وانت نايم. دول ابح جه. لا يا راجل. اه اه دول يا فران انت يخرب بيتك انت كنت بتتعامل معهم انهم انا مقص بيبي اسحى اسحى يا عادلة مش عاد فتعرفت نمز ازاي يا رانيا يا رانيا في ايه يا رانيا ايه المشكلة في حتة فار يعني يا ما دقت على الراس فران يعني وبعدين لعلمك انا كنت عود وناشط جدا في فريق كشافة فانمنا بقى في صحارة وفي جبال وفي غابات ومش بس فران قابلنا حيوانات مفترسة ويا ما اتصرفنا معاها يعني اخف ان ايا من فر يعني انا نام في حماك يعني طبعا نام في حماك يعني وما تقلقيش خالص يعني انت في امان يا ماما وانت جنب وايقدر يهوب ناحية هنا هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جات له فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخج ابنته واتكره على الله نامي 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 بحسب الامان معاك عادل لثباتك وقدرتك على المراوغة مش نامي 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 موسيقى 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 ايديك انت بتデفع عنو نعم انت دس NBC انك يلق على حب Mengنا موسيقى موسيقى و جنت أعمل لي فيها أحمد السعف أفريكانو لأ أنا مخصبت أن أحمد إيت في أفريكانو برد يا بيدي يموت يا جماعة يا جماعة يا جماعة دي ايدي 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 الجاة تحت السنير مش بقاول بقى يا عادل مش بقاول يا رواحبة إحنا عاشي في ده يا بيدي ليش ده أنت لازم تتصرف الفاردة حلمت يا بيدي ما تلقوش يا جماعة ما تلقوش يا أنا الفاردة في البيت ده إن شاء الله همسكو وحلقو من ديله قدام الباب بتاع أمو ميرفت عشان اخليه عبرة لكل الزواحف والحفارة. ركز معي ركز معي افتع ايدي افتع ايدي. احتياطي احتياطي. هنا ده المنظور الافقي والرأسي بتاع الشقة اللي احنا فيها. مش دي الشقة يعني. دي الشقة. طب احنا فين يا دولة? في الصالة? ادي الصالة هو كده هو ادي الثلاث قوض وادي الحمام. مش احنا احنا فين? انت عايز تشوف نفسك هنا عند خريطة? ايه. يلا انا بشرع لك الخريطة وركز معي. عشان الفار يلا ركز معي. طب البازار فين? البازار مش موجود هنا. الشقة فيها بازار? لا. يبقى خلاص ما تسألش. تسمع بس. دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج وما داخل الشقة كويس قوي يا معلم. وبعدين دخل على الشقة واختار قوضة وكن فيها. يا دولة انت من الصبح يا عم على عمال تتكلمني على فار وانت اصلا رسم ارنم. يا ارنم بين لنتوا في فالك وانتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده? ايوها دولة انا امي دايما كانت تقول انزل مخزن يا لها رمزي هتلينا ارنبين علشان نعمل ملوخية بالانارب. بالانارب ممكن تبقى انارب غير الارانب يا غبي يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنت بتاكلو ملوخية كانت القطط بتلم عليكو. اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني احنا يا دوبك هناكل كدوا والقطط بقى بيناونوه ويقوموا هاجمين على الملوخية يا امو انارب ديان ياخدوا الانارب ويسيبوه لنا الرز مش عارف يا دولة. يمكن الرز مسلا بيعمل لهم تخمة ولا حاجة والقطط عاملة رجيم ولا حاجة عموما. اه الانارب اللي عندكو في البلد شرح الفار اللي عندنا يا نوه في مصر. فاحنا عايزين نصطاد الفار ده. هنجيب كمية مصايد مرعبة رهيبة ونشتري جبنة ونحط بقى ايه الجبنة جوه المصايد. اتفقنا? اتفقنا يا دول. وبعدين انا ابقى نايم جوه في القوضة. اول ما المصيادة تصطاد. انا عارف يا دولة. انا عارف يا دولة كده. هي دي الاشارة. وانا نام جوه وهسمع. وهسمعك. هسمعك ازاي غبي. اه صح يا دولة. خلاص يا دولة انا هصفر لك. لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن واسحك. خلاص. اغمز لي لس بصوت. دلوقتي يا جماعة انا جميعكم عشان اقول لكم ان في حظرة الجوال ممنوع اي واحدة فيك وتخرج من قوضتها لغاية ما نقضي على هذا الفار المنقرد المتوغل في داخل الشقة. يا سلم توقفه ده انا عايزين نروح لحمام. انا ممنوع. ممنوع اي واحدة تخرج من قوضتها يا جماعة. انا مش مسؤول عن اي واحدة تخرج وتوصل للصالة. مش مسؤول عن تأمينها. وهل فترة التوارق سوف تستمر دهرا? اه فترة ايه التوارق انا ممكن اقول لكم في الاول انها مش هتستمر. لكن الواقع والنتيجة واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم. المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتاتنا لأ لو عايزين اي طلباتات حنجبها مني يا استاذ. اي حد عايز اي حاجة انا المسؤول عنها ديكو تمويني كفيكو ثلاثة يام بحسب مفيش واحدة فيكو تخرج من قوضتها. هل ممكن اباتة عند امه مرفض في الفترة دي? نوية حميتي لان ده بقى اسمه هروب من المعركة. لا ما اسموه شهروب اسمه اللجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا مام. دولة طيب وانا يا دولة عامل ايه? انت هتفضل مرمي هنا لغاية ام اقولك اي جديد. ليه يا دولة يا عامل ادي الفار لسياده يا دولة. جيبله جبنة يا عامل. جيبله جبنة يا ابي. هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغداء? ابو قولي كيه بطالي نفسانا على الفار عايزة تاكل الجبنة بتاعت الفار ولا ايه? يلا جماعة كل واحدة هتتكرا على الله وتخش في مخباقها لغاية ام اقولكو عالجديدة. راح فينا يا دول. وايه اللي راح فينا هو ما جاش اساسا انا مهزر يلا. ايه ده? فات ست ساعات. ورمزي ما تدنيش الاشارة ولا يكون الدهاني مسلا وانا ما سمعتش غمزة عينه. انا مستيقظة طوالي الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مسيادة تلوة الاخرى. مسيادة تلوة الاخرى? يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما قوم اشوفي الغابي ده عمل ايه؟ برا رمزي. ايه دول ايه؟ مسكت الفار دول ايه؟ برا ايه لمسكناه؟ ايه؟ يالي انت عامله ده؟ وحطيت لي مسيادة في صدرك الفار بيلعب في عبك ولا ايه؟ الا. اه ايه دولة والله ما. الفار مجيشي. مجيشي? اما انت طولي اللي اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا نصحت لك ذالوقتي. فين الفار يا ايه؟ والله ايه الانت كالتها دولة. مكلتش الفار. اما لا ايه اللى حواسة بتاعت الجبنة اللي حواليك دي? كالت كمان الجبن من اللي كانت موجودة في المصاهد. ده انا كنت عامل عساب اللي يفضل منها اعملو سندوتشات لي يا اسمين. مكلتش حاجة يا دولة بقى بطل تظلمني بقى. اظلمك اي يا لأ امه الجبنة دي جات منين. الفار هو بقى كلك خاص من عقلك يعني. معلش بقى دولة السنة بصراحة جوعتي يعني مبارح. ماشي ماشي بتاكل الجبنة اللي جوه المسيادة. ماشي. اعمل ايه? اعمل لك سمي كمان بالكاتشاب. ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. يا دولة. يا دولة انت قاعد كدهون ولا انت على بالك كدهون يا دولة وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولة. انت ايه خلاص الرجولة بتاعتك ما بتترقعش عليك. بص ولا هقوم بترقعك على وشك. ايه 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 اللي اخاف على الحريم منه يا دول. الفرع يبص الحريم. الفرع يبص لسندوتشات الحريم. يبص لحط الجبنة محتوطة في المنسيادة. اه? ما هدولة دب انت دلوقت روحت اتفاهمت معا بالحسنة مرضيش يفهم يا عم. خلاص بقى سيبه في البيت. اه سيبه في البيت? لا مش عادل سعيد اللي يستسلم. انا بس مجرد ان انا يعني بالم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي 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 ماشي. فيه يلا اعلان ان او في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو لا يا دولة دي شركة اجرام يا دولة دلوقت وهتدخل نفسك بسيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يلا اللي شم خبر هو فيه بوليس للحيوانات يلا يا اهبل. ما اللي يا دولة? يلا مفيش كلام ميدي يعني انا لو ضبحت فرخة مثلا هاخد فيها اعدام. طبعا يا دولة مش رفعت السلاح في وش فرخة. يا دي عبيد يا دي عبيد لو فيه بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انتا. كانوا هبسوك بقى ايه في قفز كده زي الارود عشان تبقوا مع بعضيكو يعني. عموما انا هتسل بالشركة دي. وخليهم بقى ايه يجبوا لي الفاردة. انا عايزهم يجبوا لي الفاردة حي. عشان انتقم منه بنفسي. معاك ماندو في شركة قتل وفرانكو وراحو بالكو. في البداية محتاج منك شوية بيانات. اهلا وسهلا اتفضل اتفضل حضرتك ده انا مستنيك من بدي. بنسبة البيانات انا اسمي عادل سعيد متزود. لا لا انا عايش وقت بيانات عن الفاردة انا دخل امتى عنده كم سنة? اه حضرتك يعني انا ملحظش اتعرف بيلي انه بيجرب سرعة جدا. لا الفاردة انت واقعي. مش انت حضرتك واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص بدليل انك دخلت وقعدت اهلا وسهل. هرجوك خلينا شوش بلاينا. فضح حضرتك يا ايه. ايه ده. انا بدي حضرتك اه ايه محضرتك؟ ايه؟ من قوة ايه؟ ايه؟! ده مرضى ذاكية عمل اجهزة تشويش؟ اجهزة تشويش؟ اجهزة تشويش؟ لاي يخش ويزرع اجهزة تشويش؟ ادينا في القدد. بالعملية دي هيكلفك الفين جنيه الف مق série لما اسلمك رعبة الفار ايه؟ الفين جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فقوش فران ارخص لام انا هديلك ضمان سنة ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني يا سلام وهيخشيلي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هكون قتالته بص بقى حضرتك انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع برا اش اقول كده يا عادل بقى فش اقول احنا ازهقنا خالص 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 لعارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنابة لاءنا ان ما هادين فيها ومش عارفين نعزب الصحابات متونة ووفاتنا انا المilloكون كثير صحابات ايه اللي انت عايز تاعزميهم انا مش عارف جوهو النادي اللي انت معيشانا في د шт ماتي احنا دلوقتي بقيني كلنا فى الوحن بي بي انت لازم تاخد موقف حد ما苦 لي انك اديته كذا فرصة وهو اللى ضيقها انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصة يا ماما يا ماما يا ماما معايش معايش يا مهو شفتوا مش مجيني فرصة ان انا امسكوا جدك يا باما كان يعفق الفار من هنا ويلعب بي كرة هو واصحامه يا ماما انا الكرة مش من هوياتي عموما يعني وبعدين كل واحد ليه مدرسة في اسطياد الفران انا مدرستي مش عارف مدرستي بس ان شاء الله مدرسة جديدة وانا افرقكم ايه رأيك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخافوا ايك اوه احد يفرج الفار على تومان جيري اولا تومان جيري جيري ده هو الفار وتوم ده لعلمك غلبان جدا ده الفار هو اللي معزبه لو احنا فرجنا بقى على تومان جيري هيفتره ومحدش يعرف يخرجه من البيت ده يوه ده بصي ابي هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش يا سلامي اتفسح ويروش بتتكلمي على ابن خالتك ده فار يا ماما فار وبعدين الفار ده لعلمك اهل وصعايدة لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده بس انتوا بس ايه اساعدوني على ما انا هنفذ الخطة ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده ايوه ايوه ثانية واحدة ايوه 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 خلاص 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 ازاي انا خبطت في المسيادة انا ما حصلش حاجة الحمد لله بقى 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 لحلش بالكده بقى خلاص خلاص ما تلاقوش انا هحل المشكلة وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا ما تلاقوش دولة حبيبي خش خش مش وقت دلوقتي عناوين ايه يا دولة صوتكو جاي باكر الشارع يا عم في ايه الفار ايه اخبارو طمنني انت جاي تطمن على ابنوختك عامل الليوز موجود يا سيدي عندنا في الشقة بس احنا خلاص هنتخلص منه يا لها رمزي ما تلاقش انتخلص من categorية ضخلص من الاخي انا اوش موجه كده وباقولك وراية على القوضة رايح فين كده دي الأعرب يالله عادل يالله عادل يالله عادل في ايه في ايدرى اضرب ايه اه اعترضوا اه انا اذف اذوف اذن اضف اذف اذن انا اذن ادربي يا عادل احرار انا اسف يا دولة ايه اللي بيطلع الي فرع عن دولشي بتضرب على وشي ياتي ماخدتش باي يا دولة بس ابقى بابا انا نأخذ المطبخ يا معم احرار المطبخ ده بيستاهب انت وما احرار وراها رمز على المطبخ ا Family يلا يعدل اه 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 يا انا واعدت يا ايه انا انا ارسل كدولة انا هالسل يا اه اه Bos continually اه اه يا ماما يا ماما اه اه يا desenvol اعمل ايه اعمل ايه اه لا الفرن مش عايزة تسيبنه في قامنا لايه دايمن في سراع بين الفرن و بين البر انا من ما يسبوش البر انا يعيش مع بعضهم في سلام ولليه البنا أدمين ما يسابهش الفران يعيشهم مع نفسهم بسلام للصراع الأَزل مابين الفران والبنا أدمين مع ان الكرة الارضية تقدر تستوعب الفران وتستوعب البنا أدمين ليه البنا أدمين ما يسابهش الفران حتى حتى حت الجبنة بم اي مسيادة وممسيادة بتثيفلش عليهم حرام عليك يا فران حرام عليك وانا اعمل لكم ايه تزيل ده على اللي احنا بنعمله دعوة للتعايش دولا، 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 أيوة، أيوة، طبعاً، بشكركم على التحية بشكركم على التحية بس، ليف تكروا، الفار اتأثر دا كل ما عليش يا دولا، انا أسهم، تسمحني يا دولا، انا أسهم، ولا عمري هسامحك ابداً، تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغميزلك دوا بعينك عشان اللف من وراه وتدربني ماشي يا رمزي ماشي يا دولا بقى ما تسلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم، أنا ما غمزتوليش اللي مرة واحدة بس يا دولا يعني غمستانه اه دول عميسش على فكرة بقى نسمح حكاياتكم الصبح ودواكم عنده باشا ايه؟ عندك موكروكور مش هاش بدل الكل كعل على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي حمدي بوسي ده ايه؟ مضاد دحاوي؟ لا بقى ده باشا صائد الفقران رقم واحد تستطي الشهر اللي فات 2500 فار الفران كنا تسمع اسمه وتتراعب منه الرمزي هو ده بقى أسوز عادل المخلص طيب إلحقني بتلفونه قبل مرقب تضيعه النبي عناية يا باشا طيب حضرتك انا مش فاهم يعني يعني انت ان شاء الله تاخد الفر اللي عندنا وتجيب لنا بدل ونمر ولا ايه؟ ده لا حضرتك خلص انا هخلي القطط بتاعتي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده ع الشناكل حضرتك تلعبهولك وبعدين انا هنطرب حنطرب 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 لان احنا مشكلتنا الحقيقية مع الانوت يعني كده كده هنموت يالا بين علينا ولا ايه؟ اه والبقى انا عايز اقول لحضرتك القطط ده هو اللي هيجيب لك رأس الفر لو سمحت يعني يا استاذ بيسبس نوع حضرتك انا مش عايز يعني القطط يموت الفر لان انا عايز الفر كده على الكلمتين على استنفرارات استنفرارات اه ايه العلاقة اللي بينك ومن الفر؟ بتتفق مع الفر علي يا ده رمزي؟ لا يا دول انا بس اكلمه عدب اعتاب الكلب للنادل عشان انا مكنتش متفق معاه على كده دولا كنت متفق معاه ان انا بس اهربه ومش يأزاكش مش يأزاكش قعد يالا قعد يالا مش عايز اسمع صوتك يا ضوع ماشي بقى حضرتك تعمل ايه تاني يعني؟ عموما القط هيدربه ضربة مخبريين تدروخه بس حضرتك بس ما تعلمش في جسمه يا سلام انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي عمري بسمعت على القط البوليسي ابدا لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي يلا يا بيستك يا بيستك يا هجام بيستك بيستك هجامي عليهم عمريش مع المبوسي يعني هزقناك معانا صراحا مهرت لا لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجة انا حضرتك اللي فاشل وستهد طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطة من دول وانت مروح يعني؟ وانت لايح السرك هتعمل ايه؟ لا لا حضرتك يا سرك ايه بقى وبتاع ايه يا حضرتك زبان اللي مرد شمت خبر والقرود اساسا مستنييني على غلطة يا أستاذ مستنييني لك على غلطة؟ ده ده علاقتك وحشة جدا مع كل حيوانات السرك بقى على كده ايوه أستاذ للأسف استأذن انا بقى سلام عليكم فضل سلام عليكم فضل مع السلامة يا سيدي سالهم لنا على الحيوانات كلها فحاضر يا سيدي فضل يا حابيه بس ايه الفل يا باشا المكوة المكوة اه ايه يعني انت ييه هيوها مني هوا يا باشا دار في فارف البيت دخل في المطرول بس الظار داخلي هاضر ولا رمزي على فارفين امسكوا یه لا هاتف بسرعة بسرعة دولة بسرعة بسرعة بسريد يا باشا بورستيجي يا باشا خطر خطر يا باشا انت بتشرب الشاي بالشفاطة ألا شوف الجاهل يا دولة انا المفروض ما ردش عليك لكن انا هردي يا عم لا متردش متردش عناية بص يا دولة الجو ده كله فيه تلوسات والشطافة دي عمنا اكتر حدا معرضة للتلوسات للجو ايه الشطافة انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة ng ja? واني الفرق يعني يا دول؟ يابنيейств على الشطافة مش للشرب مالء يا thôi لحاجة ثانية خالص لكن الشفاطة هي اللي thats share to it حاجات ساعة، مش تشارب بها شاي والشاي شاي برضو… يتشارب بها شاي يا they là علشان في فيروزات والفيروزات دي لو دخلت انت الفيروزات يا하면서 يا انت iemand دخلت جدا معدتك انت اللي يعديها بص يا دولا أنت تقعد أنا قعد أناهد معك كده وعمرك ما هتفهمني أنت مش مفروض الواحد يفهمك أنت بكتير الواحد يبوسك ويركينك جنبر حيثا مش يبوسك ويركينك لا يرميك جنبر حيثا إيه ده إيه ده أنا؟ الشاي لو صبحت إيه ده؟ الراجل ده أنا عارفه أنا يا رمزي غريبة مع إيه أنا حاسس أن أنا ما عارفوش اتشطي فونتوساك لا أنا عارفه أنا متأكد كان معاه في المدرسة واسمه حمدي يو يا عم بقى يا عم بقى فكك بقى أنت كل شوية دولا توقيت تقولي إيه ده إيه ده نعرف الناس دي إيه ده إيه ده نعرف الناس دي وتروح تسألهم يقولك إحنا ما نعرفكش أصلا بص يا عم أنا مش همش معك في حتة بعد كده ولا 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 ما تخافش ما تخافش بص يا رمزي أعرف البزار بتاعنا أه هتطلع لغاية عنده معاك المفتاح بتاعه أه دول هتفتح البزار بالمفتاح وهتخش جوة تقعد تستنى هناك حضر يا دولا يلا حضر اه الشطافة خدت الشطافة؟ بقى تسيلي قاعدة كده معقولة الشطافة لازم جوة القاعدة يلا بتكل يا الله بص ولا إيه يلا بتكل قالوا أيوة أنا المهندس حمدي السيسي أنت بتضحك ليه؟ أنا بابا اسمه السيسي أنت مالك أنت أيوة أيوة أنا بلغتهم في فرنسا أني مش قبل شهر عشان أبتد الحفر والفحت حمدي السيسي صح؟ أيوة في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في المدرس أن أقراش السنوية العسكرية بنين آآ آآ فاكرة فاكرة لا مش أنت أنت أقفل له عشان الكرت أنت أقفل أهلا يا عادل زك يا حمدي وحشني وحشني أخبرك يا حمدي تعمل إيه؟ أهد 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 يا أهد أخبرك إيه؟ الحمد لله واسكوا مش رشحوني بعد ما جيتني من فرنسا أن أنا أكون المدير التنفيذي للمرحلة الجاية لمترو الأنفاق؟ آآ ما شاء الله برافو عليك يعني أنا برضو رشحوني أن أنا أخد جايزة أثور ثقافة عن الشعر اسم خطهاش يعني ليه دا يا عادي؟ أنت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوية عندي بس أنا عندي شغلتي أي لا يعني انا عندي بزار في الشارع اللي ورا دا عايزك تيجى تزورني شارع ترولي شارع ترولي ما تاخذوا المترو؟ أنت ما تشوف أي شارع تالي؟ يو أنا جايبت نفتة فسحك بقولك ده المترو المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتشال هتشال تصور محلات هتشال ايه؟ يعني الوقت عوزة؟ ده ايه ده مشروع قومي الله لازم بيبقى فيه تضحية ايه يعني شارع أو شارعين محل محلين كل ده عشان القاهرة الكبرى يا أخي قاهرة وكبرتة ايه؟ كبرتة يا عم حمدي وانت هتعمل لي فيه ارفاعي جاي تطلع لتعبين لا يا أستاذ بعد إذنك يعني ما ينفعش خالص تماش من المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي اه لازم يبقى فيه ضريبة يا أخي ايه المشكلة يعني؟ طيب أنا بادفع الضريبة أنا طول الوقت بادفع الضريب حضرتك وطول الوقت بادفرج على الإعلانات ويقول لك مصلحتك أولاً وادفع هي مصلحة إن أنا أدفع وبس ما أخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح كمان النجاح هيعملوله ضريبة أنا فاشل يا سيدي مفروض ما أدفعش بقى ضريب بتاعت الفاشل دي ايه وعدتقولها لنفسك كده يا عادل أنا عايزة بتعيش معي اللحظة دخالي المشروع ده با بعد ست سبعة سنة قول تلاتين سنة لما يخص لا تحس بالفخر تبقى ماشي مفخور كده والفخورة واخدك وانت ماشي في الشارع كده إن المحل بتاعك جنب المترو وتشاور لولادك وتقول لهم تخيّل يا أولاد المحل بتاعي جن جنب المترو يا سلام ده إيه الفخورة اللي هبقى فيها أنا والعائل دي طبعاً هلبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرقتك ايه؟ انت مش عندك بازار؟ آه يا سيدي عندك طب إيه رأيك بقى أنا هخدمك خدمة عمرك أنا هسميلك المحطة محطة البازار ها إيه رأيك؟ آه لو كده يبقى معليش آه محطة البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخر يعني يا حضرتك طب 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 حضرتك أنا مش عارف صراحة بجد يعني أودي جمالك فينا عم حمدي يا صديق الدراسة نحن أصدقاء طفولة السلام عليكم عليكم السلام عليكم عادل تعال اتفرج معنا على الفيلم ده فيلم القطار يا عادل انت بتحبه القطار أنا ما بحبوش ليه بس يا أبي ده فيلم يجند مهما تعاد لازم اتفرج عليه أنا ما بحبش القطار أنا حر الله مالك فيه ايه يا عادل؟ أحضرك الأكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفسي فيه ايه يا عادل مالك؟ مالي هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار أخيراً أخيها هترحم المواصلات والقرف واروح مدرسة بادري بقى مدرسة ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه ست سنين تكون انت طلعت على المعاش يا ماما ايه؟ والنبي يا عادل والنبي يا حبيبي يا عشان خاطري ابقى أخدني معاك اتفرج على عملية بناء المترو حيث اني من ورها صغيرة هاموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل عارفين يا جماعة مست المترو ايه؟ انه سريع جداً ما بيوقفش في أي إشارة أتلاست 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 انه هيعمله في مترو أنفاء زي أوروبا زي أوروبا ايه يا جماعة؟ انتو مش فهمين حاجة يعني البلد تتطور زي أوروبا وأنا حالتي تتدهور عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيوزك للترومية قصر على رأيك في المترو انا يا سيدي لا متحيز للترومية ولا للمترو ما له التوكتوك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجا عكسي ولا علي درهايب ولا علي مخالفات ما له التوكتوك انتو قصتوكو مش فهمين حاجة طب ما تفهمنا انت يا أبو المفهومية دلوقتي المترو ده لو مش في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي يا له وين؟ يعني البازار كده بح؟ ايه يا ماما البازار بح كومون كومون عادل كومون كسكم فا فيلم النوع والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خلاص كيفية المترو انه فرنساوي طب المان جهتوا هنأكل ازاي؟ هنأكل بقى من التطور الأوروبي اللي حضرتك كنت بتقول عليه اه بقى اه بصوك غيروا المحطة دي غيروا المحطة دي انا مش هايز اسمح اي حاجة فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء حاضر بصي اتفي التليفزيون خالص حاضر حاضر بصي عادل انا عندي فكرة رهيبة رهيبة ايه رأيك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعت البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شك ومحترمة على الآل الآل تاخد تعويض او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت صفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المزهرة ابو الحول براس انسان وجسم مترو كبير جسم مترو يا ماما يا ماما كده هو يبقى فيه دعاية للمترو احنا عايزين دعاية ضد المترو على فكرة اصحاب المحلات لغاية دلوقت ما عارفوش ان المترو قيمشي في الشارع انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني يا سلام اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص لا عادل اسكى من المترو طب اناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمة من غير ما هم يعرفوا خالص ده غش غش واحتيال حرم عليك يا اخي حرم عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل يا سلام يا امو ضمير خلاص خليك انت لضميرك سبين انا اتصرف في طريقتي انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس ابيع بالاسعار القديمة وهم يولعوا احاهاهاها يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبة جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعة وما لقيت شغل صاحبي وحبيبي واخوي المعلم تيتي اللي فكرت بحهم له يعني اخوك وحبيبك احنا هنصيع ما أنا لسه طاحنك في المزاد الأسبوع اللي فات بس هادي يعني أنا وإنت واحد مثلاً يعني والجروب السياح اللي طاشتوا منك وبيعتنوا نفس تمثيلك بس إحنا أخوات يعني وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيدي ودلوقتي بقى جاية تمد يدك في جيبي مش كده الأم، الأم بتبقى يعني الواحد بيهتم من يعني أصلاً ودي ما تتعوالش يعني ما لها الحاجة؟ جالها مرض خطير يعني اسمه تيسي تيسي ايه؟ تيسي تيسي، وده مرض خطير جداً يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جي الأم يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجة غير إنها بتعطيها تيسي 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 ده ما ببقاش عندها وقت إنها هتتكلم يعني ست الحاجة دي بركة وعلى عيننا وراسنا مع إن مش محتاج بضاعة وبضاعتك عفشة ومحلك عتابة وفقرية لكن هفكر ايوه ايوه افكر ونبقى تيتي يعني لازم عايزة تعمل عملية والعملية دي مع إنك دون وبتقطع علي من نفس ايوه مش هعمل كده تاني بس عملية ولازم تتعمل في بلد ما راحة ما عليك بس عشان المعلم تيتي على سين ورمح وسين المعلمين وأبقى خدام ست الحاجة أنا هاخد البضاعة بس بتامن جملتها أما محلك ده بقى ده فقري زيك ملزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حاطتني تحت سنانك وبالجز ما انت يا ما خربشتني ودفرك طالني لما خلاص خربشك إيه الدوافرة قصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل أمي خلاص إذا ربما نعد عليك بكرة ألم التماثيل ورميلك فلوسك ربنا نخليك ربنا نخليك ماشي مكرة بس أهم حاجة يعني أنت جبل الفلوس على طول ده إيه القدب اللي حط عليه مرة واحدة ده بقولك الأم يا معلم تيتي الأم وبعدين بتاع راستولي الوقت وانا خايف عتعيدي صراحة هو مؤدي آه مؤدي تسي 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 أخلع عنا بقى تسي اخده دي كمان يا معلم تيتي تشكر هخده دي معاك إيه أنشفين باليم زبالك صراحة على رأيك عموماً بالشف يا معلم تيتي بالشف في دي تقول لها للست الوالدة إذا ربما أنت بطها العطس يا سيدي مهدو ايك يا عنا جات عنا كده البقال لك إذا حبيتبك حدومة ك إندي نيرنة حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وزوقي غير زوقك ده إلا أنت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقولة يا عمي لكن برضه بقى الدكرة يا أنا حاضر سلام عليكم مع السلام يا معلم خلاصة بعد؟ يلا رجالة الحمد لله، خلصنا من البضاعة إيه ده؟ إيه ده دولة ده؟ والله برافو عليك يا دولة، بيعتي البضاعة دي كلها؟ بيعتي إيه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية لقيم انت برضه دولة، استكمنت لحد ما تكممت انت بتعلم الكلام يا لها في مستشفى الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخزوق اللي خده المعلم تيتي انت مش خد خزوق عادي أنا أخيراً خلصت من البضاعة يا لها يا رمزي فاضل بس أخلص بقى من البزار آه يا دولة بقى نخلص بقى من البزار أو بص نتخلص منه عارف بكد يا رمزي أنا نفسي أتخلص منك أنت لأن فعلاً من زمان نفسي وأمنيتي أن ربنا يكرمني ويبعث لي واحد يكون بيفع من لأنا بقوله بقى كده يا دولة؟ دا زا كان أنا بقى جايلك النهاردة بفكيرة جهنمية بخصوص بيع البزار ده فكريت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دولة كشري مالو يعني؟ المعلم زعزوع الأصاب يا دولة مالو المعلم زعزوع؟ اللي بناكل عنده كشري يا دولة أيوة اخلص مالو اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولة هتقوله ألا نفخك مالو؟ سمعته يا عم إن هو عايز اشتري المحل بتاعنا بتاعنا؟ والمحل بتاعنا بس يعني لكن آه مادام عايز يشتريه وخدك إنت كواسطة يعني ما عنديش مانع إن هو بتاعنا إنت عارفت إزاي؟ أيوة دولة أنا هقولك أنا بقى وأنا بضرب الكشري الاصطباحية بتاعتي بقى من عنده سمعته قال إيه بيقول المعلم عليش؟ إن هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه وإحنا بقى دولة مش قريبين بس نحنا لزقانين مع بعض هو حر بقى مادام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أقصد يعني أن ما دايم إلا وجه الله ونعمة بالله بص يا أستاذ عادل أنا جالب أنفتح لك جوي بيني وبينك كار الكشر ده مش بتاعي ده كار أبويا وجدّي وجدّي جدّي وهم اللي أكبرونا اشتغل الشغلانة دي ما هو برضي يعني يا معلم زعزو عطاعة الوالد والجد وجد الجد واجبة يعني مظبوط لكن ده مش غيتي أنا غيتي أكبر من كده بكتير أنا أطموحي مالوش حد يا سلام وقيت موحك في محل كشري يعني هتقلل للرز وتزود العدس لا أنا غيتي في الجصب ولش أنا حاسس إن القصب لو تحط على الكشري هيعجن يعني لا مش علينا أنا هفتح محل عصير جصب وفواجه وبكده نبجى ترجّينا الخطوة لجدّام وان رايح الزبون طب هو الزبون عدم المغز يعني تعبان في إيه حقول لك بيني وبينك الشطة عندي شديدة جاوي ووعرة أو الزبون يأكل من هنا ويحب يهدّي المسائل يروح يشرب كبات قصب وبكده نبجى لحنا الزبون يا سلام عليك وعلى أفكارك عموما بص بقى يا معلم أنا المحل بتاعي قدّي المحل بتاعك بالظبط شوف كده بما يرد الله هتدفع لي قدّيه بما يرد الله هدّيه لك مئة ألف جنيه خمسين ألف دلوقت وخمسين بعد شهر ونمضي العقد نمضي العقد بعد شهر لأ مش هينفع طب إيه رأيك تدفع لي سبعين ألف جنيه بس دلوقتي ومش عايز أي حاجة تانية بعد الشهر ونمضي العقد على طول دلوقتي عمرك عجيب يا أستاذ عادل أنا أول مرة أشوف واحد يفاصل اللي تحت ما هي المشكلة في اللي تحت يا سلام أخيراً خلصت من البزار وخلصت من البضاعة مش فاضل غير يا كرامزي عايز أقرص يا بدولة حبيبي يعني أنا شايف كده بقا أن إنت معاك فلوس كتير قوي أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده 80% يا ابنة أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم أخلص منك سافر بقا يا رمز حمدي إزاك حمدي عادل إزاك عادل وحشني إزاك حمدي والله بجد يا حمدي أنا مش عارف أشكرك إزاي يعني أنت عملت فيي جميل العمر كله بجد كنت أروح في أبو نيكلة يا معلم لا ما خلاص لا فيه أبو نيكلة ولا أبو فجلة خلاص ههههه أقصدك إيه؟ قصد يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك شارع الترولي ده تلق كده كنز وديق من الجنب فحولت على الشارع اللي بعديه أوسع شوية الشارع اللي وراك على طول وأجيب بقى حفارات وأحفر براحتي يا عمو أنت عايز تغفر وخلهص أحفر يا عمو أحفر وعلى ضمان تانى لو أي حد كلمك صدرنا أنا ما ينفعش أصحاب المحلات هيزعلوا عشان كده غيرت المصار غيرت المصار خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عمو هم من الخطرانين يا دولة لا يعني هم هيلاقوا يعني بازار أحلى من البازار بتاعنا فين عشان يوعدوا يحفروا فيه يا غبي أنا كده اتخرب بيتي هعمل إيه هرجع الفلوس بتاعت المحل و بتاعت المضعة ازاي اتخرب بيتي اتخرب إيه بعد عني إيه بعيه أسافر يا رمزي اطلع على السويسرا اهرب للسويسرا يا عمش معنا انت يلا يلا اطلع برا اتكي العراح اطلع برا احفر فيه مش عايز عرافك احفر فيه انا أنا فعلا ندمان على المدرسة اللي انت كنت معا فيها اتخرب بيتي ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف بص يا سناء مش نقصاكي و النبي محدش يقطرني انا مش ناقص تقصديم يا جماعة طيب بص يا بيبي ايه رأيك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والأبداعة ايبا ايه الحكاية مش بالسهولة دي يا اخوانا وبعدين هقول لهم ايه هقول لهم امي خفت يعني ايه ده هو انت قلت له ممك عيانة عشان تبيع اخصى عليك انت مش ابني انت ابني الشوارع يا بنا المسألة مش كده يعني انا بس كنت بقول لهم كده يعني كده و كده يعني ابي عادل على فكرة بقى انت غلط يا سلام على المعلومة انت غلط ما انا عارف ان انا تزفت وغلطت طيب بص يا عادل انت تشتري بازار في مكان تاني يا رانيا يا حبيبتي المسألة مش بالسهولة دي البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شرع مميز جدا مليان حركة ابتدي من السفر يا عادل اصدق ابتدي من تحت السفر يا ماما بص يا عادل انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتاز صراحة يمكن تصعب عليهم في رجع و لكنهم اخدوه ماشي يا ماما انا ممكن اتكلم معاهم بس ما مفعش اتكلم معاهم بصراحة يعني يعني صراحة لو اتكلمت معاهم بصراحة ممكن يشنقوني سبحون يا معلمين انا يعني صراحة كنت انسان اناني و وضيع والحاجة جديدة زي ايه حضرتك از ربما يعني واطي خسيس دني لوكل حاضر حضرتك انا انسان واطي وخسيس و دني و لوكل وما استهلش اقعد ما معلمين كبار زيوك وما استهلش اقعد ما معلمين كبار زيوك من الاخر عايزي بقى كنت عايزة ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده و كنت ارجع البضاعة اللي حضرتك خدتها يعني المحل خلاص بح جبنا الجصب و ناجس المكة نعصر و نبيع طب يعني انتو هتعصروا و تبيعوا يعني انا هعمل يا حضرتكو يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكو روحت احطتها عربون عند رجل مصاب خد الفلوس دي و كان بيبيع الكروت بتاع الشحن و خد الفلوس كلها و طلع على مرة حضرتك طب لو كنا رجعنا لك المحل و البضاعة كنت هتسد منين ايه يعني كنت ممكن اقصتهم لكم اطلع مرة قالي اطلع حضرت يا معلم طبا معلم والناس اللي مربوطين في القابة دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده لعندي ستة ستات غير الجذب من اللي بصرف عليها حضرتك اجب له لهم فلوس من اين حضرتك صعبت علي يا علم يا ربنا اخليك يا معلم ربنا اخليك والله يا معلم اقعد ادعي لكل كلكو خلاص خلاص هشغالك معايا في المحال هتشغالني يا معلم تجشر الجصب وتعصر اقشر وعصر اقشر وعصر حاضر يا معلم اقشرهلكو واعصر يالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر